شاركت مصر بالاجتماع الوزري التحضيري لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية تغير المناخ بالعاصمة القنهولية كنشاسة وقام وفد وزارة التقديد بتقديم عرض حول مبادرة حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على السموت في إطار تغير المناخ والذي تضمن الإشارة إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة باعتبارها قصة نجاح في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمعات الريفية من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية